قضمة كبيرة بتعيشها عائلة الفنانة شيرين الطحان بعد تسريف فيديو قاسي جداً للحظة خروج روحة يا جماعة للدرجات يبقينا رخاص قوي اني ناس تدخل تصور لحظة طلوع روح فنانة علشان بس هياخدوا ترند تعالوا ما نشوف مع بعض الفيديو لحظة خروج الروح ومين اللي صرب الفيديو وإيه اللي هيحصل معاه ومش بس كده السبب الرئيسي في الوفاء اللي أعلنوا الطبيب الطبيب المعالج ليها بصراحة في حالة من الصدمة والزهول عن سبب الوفاء ليس السرطان فقط هو سبب وفاتها تعالوا مع بعض نعرف تفاصيل اللحظات الأخيرة وآخر طلب قالته وكمان تفاصيل الساعة الأخيرة اللي تم تصوير هذا الفيديو فيها تسريب فيديو قاسي جداً للحظة طلوع أو خروج روح الفنانة شيرين الطحان يقال إنها أحد الممرضات أو حد مثلاً عايز يعمل شو ما عرفش مين بالتحديد لحد الآن لم تثبت هوية هذا الشخص ولكن بغرض بس الشوء أو الترند تم تسريب فيديو سبحان الله كانت بتتشاهد ونطقت الشهادة ثلاث مرات وقالت وصيتكم بناتي أنا أهم حاجة عندي بناتي مرام مريم قالت اسمهم كذا مرة وبعدها طلعت الروح إلى بارئها ربنا يرحمها لكن مين صور الفيديو وليه يصربوه حالتها كانت مأساوية المرض أنهش لحمها تماماً المرض انتشر في كل أنحاء جسمها لحظة من الضعف وخلاص هي نفسها قالت ما بقتش قادرة أنا تعبت خلاص رضيت ورضي اللهم لك الحمد وبعدها توفت والله يرحمها والدتها في حالة من الصدمة والزهول ليه يحصل كده مع بنتي مش كفاية شوشرته علينا وقلتوا ان احنا أخدنا تبرعات واحنا والله ما طلبنا حاجة احنا اللي بنصرف على بنتنا والهيئة الوطنية محدش تبرع علينا بجنيه واحد وكل الحملات دي شغل فيك بنتي بنتي ونرعيني اللي سابتني في عز شبابها وسبت بنتين وراها مريضة من 2016 من 2016 ومحدش بيسأل عليها ولاحد واقف معاها والكل تأخر على المعرف او ما كناش بنتاجر بالمرض ولكن فين فين الزملاء اللي معاها فين الأصدقاء حتى كانوا يمكن يخففوا عنها من الألم اللي بنتي حسد به الله يرحمك لله ما أعطى ولله ما أخذ وإن لله وإن إله راجعون ده اللي والدة شيرين الطحان قالته النهاردة أثناء دفن بنتها اللي بيقولك إن النعشة كان طاير وإنها كانت خفيفة وكانت لاحظت دفنها فيها راحة وسكينة توفت في يوم جميل يوم الجمعة وفي شهر أروع وأجمل وهو شهر رمضان وفي أوسطه مخفرة في أيام المخفرة يا جماعة بذا بسبب أعمالها الحلوة وطبتها وسرتها اللي مش إحنا بس اللي بنقولها لا ده أصدقائها اللي بيقولوها يا شيرين يا طحان ربنا بيحبك اختارك في أيام جميلة وإن شاء الله مرضك يكون في ميزان حسناتك آخر حاجة طلبتها خلوا بالكم من بناتي وصت أمها وأخوها على بناتها ونطقت الشهادة تلات مرات وقالت اتفنوني بسرعة أرجوكم ممكن الناس تكون بس دخل الفيديو علشان تشوف الفيديو ده يمكن تلقوه منتشر على مواقع كتير ولكن احتراماً لها وتقديراً طبعاً لها واللي مشاعر أهلها مش هينفع نصرب حاجات زي كده سامحونا يا جماعة ياريت بس الناس اللي وصلت بدل ما تقول أي حاجة تدعي لها بالرحمة وتصبر بناتها اللهم أمين شكراً جداً